حقيقة يعني على ذكر ضربة البداية فضربة البداية المحلية كانت ولا أحلى ولا أروح كلنا ساعدنا جدا بمتابعاتنا الماتش الأهلي والمصري نهاردة طبعا ضربة البداية الأفريقية اللي أكيد بتهم كل جمهورنا في كل مكان وما ننساش إن إحنا أصحاب الرقم القياسي في الفوز بدوري أبطال إفريقيا وإننا حاملين لقب البطولة في آخر نسخة بعد ما طبعا عملنا واحدة من أجمل ومن أغلى بطولات النادي الأهلي عبر تاريخه أكيد حضراتكم فاكرين لما توجنا بهذا اللقب في مباراة الوداد المغربي في النهائي وفوزنا باللقب من قلب كازا بلانكا إحنا محتاجين النهاردة أن نعبر بقوة عن نفسنا في هذه الدربة البداية الأفريقية وناخد الموضوع زي ما بعمل دايما خطوة خطوة زي ما تعودنا في بطولات إفريقيا بسفة خاصة إحنا الحمد لله رب العالمين بأننا أربع سنين على التوالي موجودين في مباراة النهائي في هذه البطولة في عشرين عشرين توجنا باللقب عشرين واحد وعشرين توجنا باللقب عشرين اتنين وعشرين خسرنا اللقب ولكن رجعنا تاني فوزنا به تي عشرين تلاتة وعشرين وأكيد بنتمنى كل التوفيق للاعبة النادي الأهلي والجهاز الفني بقيادة مستر كولر اللي احنا مستنين منه ومنهم شغل كبير ابتداء من ماتش النهاردة إن شاء الله أنا بس عايزة تأكد من حاجة كريم أنا كنت سمع أن الماتش مش هيبقى سابع هيبقى تمانية في الأول كانوا قالوا أنه هو سبع أعتقد الماتش الثمانية مش سابع أنا بس عايزة الإعداد يأكد لنا المعلومة دي لأن أنا أعتقد الأول كان الكلام أنه سبع بس الماتش الثمانية على كل حال تعالوا كده نرجع شوية برضو بتاريخ مواجهات الأهلي مع الفرق الأثيوبية في العموم المباريات بدأت بالأهلي مع الفرق الأثيوبية في عام 1991 بعد كده عندك بعد سبع أعوام ودع الأهلي وقتها كان البطول عن 98 لما تعادل كان مع فريق في إثيوبيا تحديدا لأنه وقتها بقى أنا فاكرة السنة دي تحديدا عندنا أزمة كريم ليه كان فيه تعارض بين المباراة دي مع بطولة النخبة العربية وقتها الأهلي لعب وقتها كمان بالبدلاء كان القرار المدرب الألماني بتاعنا وتعادل 2-2 في القاهرة وفازت بقى المجموعة الأساسية بتاعتنا في نفس الوقت ببطولة النخبة ضد الشباب كان وقتها السعودي وفازوا بهدفين فده برضو تاريخ شوية لن ينسى يعني كان فيه زي تعارض برضو شوف بس انت بتتكلم من سنة كان برضو في الموعيد لكن طبعا دي برضو ذاكرة وده تاريخ لن ينسى يعني مع الفرق الأثيوبية معنى الجزء الأخير من كلامك أن حتى الأهلي يوم ما عطل في ماتش من الماتشات كان بياخد بطولة تانية في نفس الوقت نقدر نقول أنه فعلا قدر النادي الأهلي أنه فعلا بيلعب في أي بطولة على لقب البطولة مش على المركز التاني تعالوا نكمل برضو كلامنا ونستعر لمحاضراتكم تاريخ النادي الأهلي مع الفرق الأثيوبية الأهلي في آخر مواجتين أقصى فريق البن الأثيوبي من الدور الأول كلام ده كان سنة 2012 وقتها اتعادلنا تعادل سلبي في أثيوبيا وفوزنا في القاهرة بثلاثية دون رد وأقصى بعدها فريق جمع الأثيوبي سنة 2019 بالفوز في القاهرة بهدفين دون رد ويئة الخسارة في أثيوبيا بهدف نظيف يعني بشكل عام في تفوق كبير للنادي الأهلي على الفرق الأثيوبية في المجمل وبإذن الله يزيد هذا الفارق ويزيد هذا التفوق في مباراة النهاردة إن شاء الله طبعا مارسل كولر مجهز قوته الهجومية لضربة البداية وإحنا عادين مستنين ومترقبين ومتعشبين نشوف مية سرنا إن شاء الله طبعا ما نشل نهارب إن شاء الله كل التوفيق للفارق وإحنا نتكلم طبعا في الفقرة الحرية بكل ما يحمله الملف ده من تفاصيل ومن كواليس وغيره